موسيقى نشط الأخبار من قناة كافان كاتف بطنجة نبدأها مع أبرز العناوين وزارة التربية الوطنية تصدر توضيحات رسمية حول تطبيق التوقيت المدرسي الجديد بعد استئناف الدراسة دوليا مصادر تركية تؤكد أن السعودية بعثت خبيرين لإخفاء أدلة مقتر خاشقجي وفي الرياضة النجم الأرجنتيني يعود لمواجهة برشلونة وإنتر ميلان أهلا بكم إلى التفاصيل أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية بلاغا صحفيا بخصوص اعتماد التوقيت المدرسي الجديد بعد استئناف الدراسة في السابع من نومبر وأعلمت الوزارة عبر البلاغ أن المؤسسات التعليمية ستواصل بعد استئناف الدراسة في السابع من نومبر العمل بالتوقيت العادي انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا على أن يتم اعتماد التوقيت المدرسي الجديد الذي سبق للوزارة أن أعلنت عن صيغته في بلاغ سابق ابتداء من الثاني عشر من نومبر انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا وأوضح البلاغ للراغبين في الحصول على توضيحات بخصوص التوقيت الجديد أن يمكنهم الاتصال بالمؤسسات التعليمية أو المدريات الإقليمية والاطلاع على تفاصيل التوقيت الجديد عبر البوابة الرسمية للوزارة تحدث الدكتور المغربي يونس البقالي الذي فاز الجمعة الماضية بميدالية ذهبية للاختراع في صنف المخترعين الدوليين بكوريا الجنوبية عن اختراعه المتخصص في إلكترونيات الاتصالات كما وضح أهم مميزاتها التفاصيل استقاها لنا الزميل نوردين بجهد بالنسبة للاختراع ديالي هو في مجال الإلكترونيك والتلكمميكسيون هو ننتين كومباك رو كنفجراب للكمميكسيون موبيل 3G, 4G, 5G هو هواء قابل للتشكيل يشتغل في ترددات الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس وطبيقات الـ IoT أو ما يسمى بالأنترنت الأشياء IoT بالنسبة للمميزات ديال هاد الجهاز هو جهاز إلكتروني تشكل أساسا من هوائي اللي ركا تشوفوه الصورة هاداك الهوائي كي قابل للتشكيل هو سيتونونتين غو كنفجراب يعني قابل للتشكيل على خلاف الهوائيات التقليدية أو الكراسيكية التي تشتغل في تردد واحد يعني ما يمكنش نغير التردد بعد الصنع ديالها ولكن هذا غو كنفجراب يعني يمكن تحكم في تردد الهوائي بعد صنعه دوليا قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين إن إيران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فردها عليهم وقال روحاني في كلمة بثها تلفزيون الرسمي نطهران تسعى للحد من تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الاستثماري الذي يؤدي دورا مهما في الوقت الحالي مشددا على أن أمريكا لن تنجح في تحقيق أهدافها بإضعاف إيران وإحباط الشعب الإيراني واشدد روحاني خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة المالية الإيرانية على ضرورة التعاون من أجل إلحاق الهزيمة بأمريكا عمليا مؤكدا أن إيران ستتجاوز هذه الأزمة في خبر آخر أكدت مصادر تركيا أن السعوديين عملوا لمدة أسبوع على تمس الأدلة في جريمة تصفية الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية المملكة في إسطنبول ونقلت صحيفة صباحة تركيا اليوم الاثنين عن مصادر في الأمن أن السلطات السعودية بعثت مسؤولين للقنصلية ومنزل القنصل الذي يقع بالقرب منها بعد تسعة أيام من مقتل خاشقجي واستنادا لتلك المصادر فإن هذا الفريق كان يضم متخصصا في الكيمياء وآخرا في علم السموم وفي علم التحقيق الجنائي يوصف بأنه فريق بوعث لإخفاء ومحو الأدلة وبحسب سور الفيديو وسجلات الأمن التركية فإن الشخصين دخلا إسطنبول عبر مطار سبيح جوكشان في الحادي عشر من الشهر الماضي وكان جزءا من الفريق السعودي الذي قيل إنه أرسل للتحري بشأن القضية رياضيا قضت المحكمة الابتدائية عن إسبع بالدار البيضاء على الدولية المغربية السابق يوسف روسي بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبأدائه لمبلغ 40 مليون سنتيم لفوز لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و20 مليون سنتيم للجامعة وألزمت المحكمة الدولية المغربية السابق بنشر الحكم بصحفتين ناطقتين باللغة العربية وأخرى بالفرنسية توجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصحبة فريقه بارشلون اليوم الاثنين إلى ميلانو حيث يحل ضيفا ثقيلا غدا ثلاثا على نظره انتر ميلان في رابع جولة دور المجموعات بشامبيونس ليغ وعاد اللعب الأرجنتيني لقائمة الفريق للمرة الأولى منذ العشرين من أكتوبر الماضي حيث يرغب في العودة إلى اللعب مجددا رغم أنه لم يحصل إلى حد الآن على التصريح الطبي مشاهدين بهذا نصل إلى ختم النشرة للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني كفانكات بون تيفي شكرا لكم على حسن المتابعة والدولي شكرا لكم على اشتراك في القناة